أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيني بنزيع أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتكسب فيما يتعلق بطجارة الغاز جراء الأضرار التي لحقت بشبكة خط أنبيب نوردستريم تحت بحر البلطيق وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بناء على طلب روسيا قال السفير الروسي أن مورد الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين سيستفيدون بالزيادة المتعددة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا جراء تدمير خطوط الأنابيب قال قائد الجيش البريطاني تونير رادا كايين أن التعبئة الروسية كشفت النقاب عن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الكريملين وأوضح قائد الجيش البريطاني أن هناك نقاط ضعف أظهرت ما وصفها بالهشاشة لدى الجيش الروسي وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسير بخطة بطيئة معتبرا أن السمة الأساسية للوضع الراهن في أوكرانيا هي تحقيق تقدم مؤقت يتم الحفاظ عليه دون حدوث تحول كبير في ميزان القوى بين الجانبين فرضت كندا عقوبات جديدة على مسؤولين روس بعد توقيع الرئيس الروسي بلاديمير بوتن رسميا على ضم أربع مناطق من أوكرانيا وشملت العقوبات الكندية 43 من المسؤولين والنخب الروسية والمالية وأفراد أسرهم وخمسة وثلاثين من كبار المسؤولين المدعومين من روسيا في دونسيك ولوهانسيك وخرصون وزابوجيا أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات يشتبه في أنها صواريخ باليستية وقال خفر سواحل اليابان نقلا عن وزارة الدفاع أن مقذوفين اثنين على الأقل أطلقا من كوريا الشمالية من جانبها نقلت محطة NHK العامة اليابانية عن مصدر حكومي أن المقذوفين أنهي مصاريهما خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ارتفعت حصيل الضحايا الإعصاريين إلى 23 شخصا على الأقل أثناء مروره بفلوريدا الأمريكية وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان إن الكثير من الضحايا ماتوا غرقا هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك خسائر بشرية أكبر تسبب فيها الإعصار القوية وفي السياق المتصل قدمت حكومة كوبا طلبا نادرا للحصول على مساعدة طارئة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن تسبب الإعصار إيان في انقطاع الكهرباء عن الجزيرة قالت السلطات الفنزوالية إنها انتشلت ثماني جثثة بعد تعرض البلاد على مدى أيام لأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وإلى فيضانات تسببت في فقد ما لا يقل عن ثلاثة آخرين وقال مسؤول هيئة الحماية المدنية بولاية التتشير الغربية إن أربعة من الأطفال في عداد الضحايا وتضررت مناطق مختلفة في غرب فنزويلة ووسطها من الأمطار الغزيرة على مدى أسبوع على الأقل تسببت في تحول الطرق إلى أنهار خاصة في مدينة باركسيميتو الشمالية الغربية دعا رئيس الوزراء العرقي مصطفى القاذمي المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة وأكد القاذمي حق التظاهرات السلمية في التي كفلت دستور ممارستها في إطار القانون مشددا على التعليمات الصادرة سابقا مرارا بدرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل ومنع استخدام الأعيرة النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات ختام مجزئة ساعة فاصل ونرد لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة